ترجمة نانسي قنقر دعني أبدأ بسؤال مين هنا فشل قبل كده هو فايل بيفورج رفع ايدينا في ناس رفع ديها الاثنين هل احنا المفروض ان احنا ننجح على طول؟ بالضبط النجاح خطوة مهمة جدا لي هي الفشل والفشل عام بالنسبالي هو حاجتين هو يا اما انت تعرضت التجربة وفشلت فيها واستسلمت الفشلك ده يا اما انت عديت بتجربة خليتك ان انت تتعلم منها للمستقبل وتفيدك في نجاحك المستقبل يبقى انت كده انا بالنسبالي انت ما فشلتش بالعكس انت كده انجحت لانك اكتسبت خبرة مهمة جدا المفروض تعدي بيها قبل نجاحك اللي يخلي بقى نجاحك ده نجاح قوي ومستدام في مفروض باور بوينت بس انا ممكن امثل موضوع الفشل والنجاح ده زي ستابس سلم ان هو انت بتعدي بكزا مرحلة فشل تتعلم منها كويس جدا بعد كده بتوصل لنجاحك اللي هو بيخليك تبقى وواصف من نفسك لما توصل له بقى بنسبة 100% انا عدمت اجربة ان قدمت في كزا تدريب في كزا شركة اترفد 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 لحد ده اما فجأة لقيت التليفون البيت حد تتكلم عليه وبيقولولي ان حد تكلمني محتاج ان انا اكلمه عشان شغل فاتكلمت فالقيت شخصية بتكلمني بكل يعني سلاسة بتقولي ان انت في شغل مقدم عليه عايز اعرف لي انت مقدم عليه عشان انت في المدرسة في جريد 11 بتلحنا في الجامعة مش في جريد 11 وحاول ان انا اعمل internships وكده ان انا اوظف اكاونت بتاعي كان مش updated ومحظوظ ان انا في جريد 11 لولا الشخصية دي اللي ديت لي فرصة عملت بعديها انترفيو واحد واثنين وثلاثة واربعة واتقابلت بعد كده في شركة في finance department لمدة سنة ونص ديت لي من احسن ومن اكتر الخبرات اللي عندي لحد دلوقتي قبل ما اتخرج كمان ده يعلمنا او يعلمني انا شخصيا حاجة مهمة جدا ان كل حد هيكتهد وهيشتغل على نفسه وهيتعلم من فشله ده وينميه الكدرات بتاعته اكتر واكتر هتجي له فرصة يستحقها وتوصل له الحاجة اللي هو عايزة بعد فترة عادت افكر طيب انا وصلت ان انا عندي خبرة قويسة جدا في الشغل في الحياة العملية طيب النسبة بقى لانا نفسي اعمل نفسي ابدأ مشروع بقالي من اول ما بدأت الجامعة تقريبا فحصل معي موقف ان انا كنت مقدم على حاجة بس للاسف ما جاتش ولما ما جاتش جاءت منها بقى فرصة ان انا قربت الاثنين اصدقائي ورايبين جدا عبدالمنع معالي وبدأنا ان احنا نشتغل على فكرة فنتك ونتكلم مع بعض نتكلمنا بالايام والساعات لحد ما اضطلنا وصلنا الاختار في خيط كويس جدا يخلينا ان احنا نعرف نبدأ فكرة فترة وفعلا الجامعة مساعدانا جدا في الموضوع ده وهو مكملين فيه بعد كده او قابل كده كمان اكتشلي فكرت في ليه انا طب انا كان بيحصل لي ايه بقى لما كنت بفشل كنت بدايق وبحبط جامد جدا وساعات كده اللي هو ما بقاش عارف عايز اعمل ايه خالص او ايه اللي انا ممكن ان انا عمله بس الحاجة اللي كان بتخليني دايما ان انا تفاوق فيها على نفسي هو ان ما بخليش ان الفشل ده ان هو يسيطر عليك لان ان انت لو خليت فشل يسيطر عليك يبقى انت كده استسلمت له اما لو انتها ببساطة فكرت ايه الحاجة اللي انا ممكن اعملها مختلفة اللي تديني فرصة وتخلييني ان انا حسن من نفسي يبقى انت كده هتبقى شخص بيكافح لنجاحه وهيوصل ان شاء الله لهو عايز انا مدبي ان كل حد مهم كل حد جواه جواه روح لما بيطلعها ويطلعها بمجهوداته هيعرف ان هو يتواصل لكل المرادات او كل الاحداف اللي هو عايزها فدي حاجة كويسة جدا نازم تفتكروها ان محدش يستسلم دايما اتعلم من الفشل اللي انت بتعدي بيه انه هيوصلك للنجاح شكرا وثانكيو جدا لكلكم انت كنت للموجاتي شكرا